عشر سنوات مرت على ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو في حين تواصل الدولة جهودها لتوفير سكن كريم وتحويل المناطق غير الآمنة إلى مناطق مؤهلة هذا يقيم جهاز رشيد الجديد مشروع صواري الإسكندرية الجديدة في عروس البحر المتوسط ويتميز المشروع بتطبيق أعلى معايير الجودة جهود كبيرة تبدلها الدولة من أجل توفير سكن كريم وتحويل المناطق العشوائية إلى مناطق مؤهلة تصلح لبناء مجتمعات عمرانية حديثة بعيدة عن التكدس العمراني والازدحام المرورية وفي إطار هذه الجهود يقيم جهاز مدينة رشيد الجديدة مشروع صواري الإسكندرية الجديدة في عروس البحر المتوسط المشروع يكون بدأنا فيه بمرحلتين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية المرحلة الأولى من يتكلم في 15 برج أرضي و12 دور المرحلة الثانية 49 برج أرضي و12 دور زائد 310 فيلا المساحة الإجمالية لل64 برج على بعض مرحلة أولى ومرحلة ثانية 60 فدان المساحة الإجمالية لكمباوند الفلات 310 فيلا 56 فدان من يتكلم في إجمال السمارات عائد 8 مليار جنيه المشروع يتميز بتطبيق أعلى معايير الجودة، كما أنه يحتوي على أحدث تطبيقات التحكم في المباني ودوائر الحريق وكاميرات المراقبة لتوفير كل عوامل الأمن والأمان، وكان قد صدر قرار جمهوري في عام 2019 بإنشاء المشروع بتخصيص 417 فداناً من أراضي تابعة لمحافظة الإسكندرية لصالح هيئة المجتمعات لتنفيذ هذا المشروع. الحياة المشروع يتميز بتلات نقطة مهمين جداً، أول نقطة نطبق أعلى معايير الجودة، نقطة تانية نطبق مشروع ريد سمارت، النقطة التالتة وهي الأهم عندنا أحدث تقنيات الكنترولينج والتحكم في المباني، خلينا نبدأ بالنقطة التالتة الكنترولينج والتحكم، نحن عندنا أنظمة تحكم كاملة في حالة الحريق موجودة، نحن عندنا أنظمة كاميرات مرأبة كاملة، نحن عندنا أنظمة تحكم في الدخان وخلافه في المبنى كاملة، وده الحياة هي تقنيات حديثة. هذا وينقسم المشروع إلى مرحلتين الأولى تتكون من 15 برجاً، والمرحلة الثانية 49 برجاً و310 بلات، هي إذن جهود متواصلة للدولة لزيادة الرقعة العمرانية وتوفير السكن الكريم للمواطنين.